أفدت وسائل إعلام سعودية أن المملكة تدرس إلغاء شرط المحرم للنساء القادمة لأداء العمرة ونقلت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية عن ماز درار الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة قوله إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسمح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم وقال درار إن القرار لا يزال تحت الدرسة ترجمة نانسي قنقر